أهم حاجة كابتن سامي أنه ما تعرض له المجلس الإدار الحالي أو الجهاز الفني أو اللعيبة ده ما يكونش أثر بالشكل اللي طبعا ليه أغراض وليه أكيد ناس مستفيدة منه أعتقد أنه لم يتأثر أحد داخل النادي الأهلي بدليل أن أنت النهاردة بتحتفل بحصد اللقب 42 في تاريخك ولسه المشوار صعب ولسه مكمل هو عشان كده هو ده النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي مختلف يعني أنا بقى لي يا كابتن حوالي يعني الحمد لله اللعبت أربع سين أو خمس سين في نادي الأهلي واشتغلت الحمد لله في النشئين والفريد الأول أنا عمري ما سمعت كلمة يعني نادي تاني غير نادي الأهلي عمر الكابتن أو أي حد أو حتى المنظومة نفسها عمرنا ما سمعنا نادي تاني منافس لنا إحنا بنسمع اللي إحنا لازم نكسب اللي إحنا لازم نحقق بطولة خالص خالص إحنا الحمد لله بالدور ده إحنا أكتر فرقة في العالم محققة بطولة فأنت ما بتكلمش عن نادي الأهلي اللي هو أحسن نادي في مصر بس لا أحسن نادي في أفريقيا وأحسن نادي في العالم وأحسن نادي عنده كيان وعنده جمهور عظيم يعني عشان كده بقول دايما أن جمهور نادي الأهلي ده بعد ربنا هو السند للنادي الأهلي وعشان كده حتى يعني الواحد بيقعد برضو يسمع ويتعلم كل يوم في نادي الأهلي لما كابتن يجي يقول إحنا بنعمل كل المنظومة دي معمولة عشان خاطر النادي الأهلي وجمهور نادي الأهلي يبقى دي حاجة كبيرة جدا اللي إنت الجمهور ده يعني حاجة كبيرة وبعد ربنا سند لينا فعشان كده أنا بقول ومن خلال حضرتك إن جمهور نادي الأهلي ما تلتفتش لأي حد يغير مبادئك أو يغير ثوابت اللي إنت مبنية عليه حيشكك في المبادئ وهيشكك في ثوابت النادي الأهلي وهيشكك في كل حاجة مرتبطة بنجاهات النادي الأهلي لكن إنت ما تمشيش غراب إحنا فيه أوقات كتيرة وعن عارف إن دي غصبة عن جمهور نادي الأهلي لكن فيه فترات كتيرة اللعبة بتتهاجم فيه فترات كتيرة الناس ما بقاش عندها ثقة في الجهاز وده من الصح وده المفروض نادي الأهلي واللعيب نفسه اللعيب بيبقى محتاج اللي انت توقف جنبه في وقت اللي هو انقصاره أو في وقت اللي هو مبقاش موفق فيه خلي بالك مهم جدا أنك توقف جنب العيب في الوقت الصعب يعني وقت النجاح يعني هو مش محتاجك هو بينجح خلاص يعني هو اللي بيجيب جون ما خلاص هو فرحان وكل الناس بتشيط به إنما دورنا إحنا إنه هو في أوقات كتيرة يعني ما فيش حد يقدر يختلف على مروان محص راجل من أفضل الناس اللي جات في تاريخنا ده كراجل مهاجم يعني راجل لعب مع كل المنتخبات أبي تعرض لضغوط لكن لازم وقف جنبه حتى لو لعيب تاني نفس القصة جراردو نفس القصة أو قد كتيرة جونيور أو قد كتيرة لعيبة بتعرض محمد هاني نفس القصة فاللعيبة دي حقهم علينا وحق جمهورنا دي الأهل إلا إحنا لازم نبقى في ظهروب إحنا الناس التانية بتعمل كده عشان عاوزة توقع الفرقة أو عاوزة تخلي الفرقة مشتتة وخلي بالك يا سامي عايزين نقول 50% من الناس اللي بتهجم اللعيبة دي أنت عارف السوشيال ميديا ومتعرفش أنت بمناتها إيه يعني أنا لي صحاب أهلوية كانوا بينتقدوا مران شوية لكن مش بالكم دوت مش بالطريقة دي فأنا في اعتقادي لما أنت بتشوف أن النقب خرج على مستوى كيان النادي الآلي على طول بتعرف ده جاي منين يعني